أكو في الكتب أنه توفي رجل فوضعوه في قبره سألوه ماذا قدمت لهذا اليوم قال كذا قالوا مو مقبوص قال كذا قالوا كان هذا العمل مشوبا كلما عدد عملا كان فيه إشكاء إلى أن قال في يوم من الأيام يأس هذا الرجل ما عند عمل لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولكني قد غفرت لك أتعلم لماذا قال لأنك مررت ذات يوم في الشتاء إحنا الحمد لله أكثرنا عندنا وسائل لكن كثير من الناس ما عندهم وسائل كثير من الناس يرجفون في ليال الشتاء من الليل إلى الصباح هؤلاء مو بشر مثلنا هؤلاء مو إخواننا كثير من الناس يموتون من البارد وهم بشر مثلنا الله لا يسألنا عن هؤلاء كثير من الناس الآن هم ذهبوا إلى العراق وزوجاتهم بقين في إيران لأنه بيت ما عند ما عند السمن حتى يبني بيت متواضع هؤلاء مو إخواننا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الله الله في الفقراء فأشركوهم في معائشكم الفقير يكون شريكا واحد بالمية اجعله للفقراء عشر بالمية اجعله للفقراء شرك قال لأنك مررت في يوم بارد شديد البرود أو بارد فرأيت هره من شدة البرد تلتجأ إلى الجدار فرحمتها حتى الرحمة للحيوان محبوبة عند الله فأخذت هذه الهره ووضعتها تحت معطفك وأدفأتها إني غفرت لك ببركة هذا العمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر